موسيقى مشاهدي ومتتبعي جريدة العمق المغربي من قلب مدينة فاس كل رحبوا بكم في حلقة جيدة برنامجكم الرياضي بانينكا ضيف حلقتنا اليوم لاعب ابن المغرب الفاسي واللي هو عمر النمساوي عمر مرحبا بك معنا في حلقة اليوم مرحبا لأخت بتيت سام مرحبا متبعي الكرام متبعي برنامج بانينكا عمر كيف مما قلنا في القديم انت هي بالمغرب الفاسي وفي نفس الوقت كتلعب فيه حاليا ولكن ما كان هناك نتعرفه عليك كتر عمر النمساوي 33 سنة من مدينة فاس لعب دي المغرب الفاسي جاور عدة اندية والان لعب دي المغرب الفاسي كيفاش كانت البدايات ديالك وتنظن بان البدايات كانت بفارق المغرب الفاسي منذ الصغار منذ خمس سنوات ترعرات فادي النادي هذا دي الجامع الكاتيجوري فيه حتى الليكيب برمير ومن ثم بدأت الجولة الاحترافية دي رامر نمساوي قبل من دي الجولة الاحترافية ديالك واش لقيت صعوبات في البداية دي الكارير ديالك؟ من طبيعة الحال أي لعب تتكون من مواليد أحياء شعبية تتلقى بأنها صعوبات في الأول لا سيامة بأنها تتبغي تفرض رأسك تتحاول بأنك تقوم بواحد العمل أو تتحلم بشيء أمور التي تتبغي توصل لها تتكون عندك في الدهن ديالك لازم تتلقى منها الصعوبات من فش يكون عندك الطموح وتتكون عندك الإعراضة القوية الحمد لله تتوصل كانت البداية ربما ديالك الاحترافية في نادي المغرب الفاسي وكنعرفو كنت في واحد البريود اللي كانت تواهج ديال الفارق ديال الماص دولينا على تجربة أكتر وعاد تجربة اللي كانت جميلة كانت تجربة اللي حقنا فيها ثلاث ألقاب كنت أنا داكتلع في الرديف ديال المغرب الفاسي وتمت المنادات علية مع الكيبار وبدأت تدرب معهم والحمد لله كان نحصلي ليال الشرف بأنني نكون معهم في ثلاث كؤوس منهم كأس العرش كأس الاتحاد الإفريقي وكأس السوبر يعني عشد ديالك تجربة كاملة اللي عاوناتني وعاوناتني بثاف تنظن تجربة كانت جميلة كانت واحدة المجموعة رائعة كانت متجانيسة من بعضياتها كانت كل تبقى أنها تعمل وتخدم للفارق أولا ومن بعد لنفس دياله تنظن بأنها من أجمل الذكريات لا تبقى رسخة في الدهن ديالي وإلى سؤلناك على أول ماتش رسمي لعبتيه رفقة الماسس وشباقي عقل علي وشنو الإحساس ديالك فيه من طبيعة الحال الماتش اللي اللي اللعبته كنت لعب ضد فارق ديال السودان كنا ربحنا كنا ربحنا بسانك زيرو هنا في فاس والمقابلة الثانية اللي كان ضد الحسيمة كنت عندي أول هدف ديالي في المسيرة ديالي مع الفارق المغرب الفاسي ربما في المغرب الفاسي كما قلت جارتي أسماء اللي كبير وشكو اللي كان قريب لك ديالك الفترة اللي كان قريب وقريب بزاف وقريب للمجموعة كاملة وكان كالأخ ديالنا الأكبر وتقدم لنا النصائح هو مصطفى المراني يعني كان عميد الفارق كان عنده واحد الوزن دياله في الفارق يعني يقدر يوريونطيك اللي هو مزيان يعطيك النصائح يعني كان يسهل بأنه يكون قائد ديالفارق وكانين زملاء كحمزة حجي كحمزة بورتزوق سامير زكرومي العياطي تنظن بأنه ما نقدرش نسسنيو أي واحد لأنها كانت المجموعة كاملة متجانسة خوة بعضياتها كانت الفارقة يعني كاملين بحال بحال كي بدلك واش ممكن يعني من القدام يجيشي جروب بحدك ديالك ديالك ساعات في المص ويعاوب ديحي يعني البالماريس ديال المغرب الفاسي تنظن كاينين كاين غير هي خاصة العقلية العقلية تكون عند اللاعب بإنه يكون تعمل يكون طاموح يكون عنده الفكر ديال ما تكونش الأنانية نكونون تنازلوا بعض الأحيان عند شيء أمور شيء حويجات اللي غادين يكونوا واحد لحتيران بناتنا يكون واحد الأخوة تنظن بإنه من بعد غادي تكون إن شاء الله في المغرب الفاسي لحقاش طريق اللي غادي فيه تيحاول بإنه يخلق هذه المجموعة كما تتعرفي كورة القدم الآن ما هي داخل الملعب واللي كان قبل كيف نعيشو كيف نكونوا مع بعضياتنا كيف نتعاملوا مع الكوليك ديالنا هذا هو ما اللي سيخليك بإنك في المقابلة تكون تكون ماتشة ماتشة مزيانية ترينا واحد الكلمة المهمة اللي هي العقلية واش كتبالك العقلية في البطولة المغربية كاملة باقي فيها شي مشكيل ولا كتبالك زي مرة الأمور غادة مزيان بارابور القبل العقلية الآن غادة وتتحسن لحقاش اللعاب خصوه مع نفسه يحط بعدها واحد الأهداف عنده مع نفس دياله شنو باغي شنو باغي أنا من الفوتبول شنو باغي من الكورة فين باغي نوصل وفاشة نحط لهذه الأهداف عادة نحط له للعوامل ديالها وإلا بغيت ميتان نكون مزيان خصني نكون ديسيبليني خصني نكون نعطي الوقت للخدمة ديالي نحتارمها يعني في أي حاجة نقدر نقولك إلا كنتي بونكي رأوب لليت تلبسكوستيم ودير غرافات وتجي ودخل ممتا هكاك القورة خصك تعطيها القوام ديالها باش تستعطيك إلا غيرنا هذه العقلية وبقينا يعني تنفكرو بهذا التفكير هذا تنظر بأننا بزافة الأشواط غدا نقطعهم نقدر نقول بأن التدراري يعني ديولنا فيهم مشكلة باقي عندهم العقلية ما شين قلوا عندهم عقلية الطائشان ميبون ما زال ربما كيتانسبروا يعني من اللاعبين ديال ديال أوروبا ولكن ما كياخدوش ربما يعني الجانب الإيجابي كياخدو غير الحويش الزايدين تنظر لعبين الشابب اللي تيكونوا يعني شابب دك السن ديال شوية اللي مازال طايش خصت تكون واحد لوريونتاسيون تكون دك السحاب ديالك اللي غيكونوا في جنبك بزاف اللي يعطيوكو نصائح اللي مهمة يقدر يتلقى معك صعوبة باش غدي تفهمها ما يحاول معك يحاول معك يحاول معك باش غدي باش تأخذ الحويجة تسويني ما يمكناش نشوف حنا مثال لعبات أوروبا نشوفهم في ديال الحويج اللي تناخدو منهم كي نشوفوا عقليتهم كي نشوفوا كيف يتعاملون نشوفوا كيف يكون عندهم ديالتزنطريمون كيف يتدوزهم نشوفوا كيف شفق الشيء عندهم مات شفق معي شي نعاش شنو تياكل شنو تيدير حيث هذه الكورة الكورة في التيران آخر حاجة نوصل لها هي التيران ما ما قبل التيران كيف تتعامل كيف العقلية ديالك كيف تتفكر هذا هو الحويجات اللي غدين ما خاص خاص لعبين اللي تكونوا عندهم متجربة خاص لهم يعاونوا هات الشاب بعده ويعطاهم المساعدة بهذه الأمور بالتوجه ويكون واحد توجه اللي يقدروا يستفدو منه ويكون مزيان ونتظن بأن غاد يمشي مزيان غاد نمشي من تجربة جالك اللولة مع المغرب الفاسي وربما كانت عنديك تجربة خارج الضيارة والبطولة المغربية أقربنا منها وعليس ما كملتش فيها كانت عندي واحد تست في أرطوغالي ويكون في المستوى ويكون لدينا ليس مستوى ويكون لدينا ويكون مستوى معلومة أو شيئا وأخرى الحمد لله تسبقى تجربة كنت في البلح المغرب وكنت في الأمور وكتبت لتستمرار وعليها لتخرج أصبح صعوبات في اللغة وكيف تعامل مع الناس كيفاش العقلية ما تنظن هذو عوامل اللي تقدر خلاتني باناني ما نجحش ما الحمدوليلا تتسمى بانا خديتي واحد الاكسباريونس اللي من بعد ما تتحش في نفس الاخطاء اللي تحت فيهم امورة جريبة ديالك رجعتي تاني للمغرب المغرب الفاسي ولكن ربما مراهما ما طولتش معهم بزاف ما طولتش لحقاش في ديك البريود ديال المغرب الفاسي تنظن على ما اظن انا باناني ما خديتش حقي لحقاش في ديك الافتراء كان لازم على الفارق بانا يعطيك واحد الفرصة ويشوفك مثال واش تصحق ديك ديك المكانة في المغرب الفاسي او لا ما من بعد انا فاش لقيت راسي بانا ما امارغوبش بفيا في المغرب الفاسي دونك ممكن لياش عندي واحد الحلم وممكن لياش ما نكملوش دونك قلبت على راسي وبهذا المنبر ديالكم تنشكر الفارق رجع ابني من الله اللي اعطاني واحد الفرصة واستقبلني كان على رأس العارضة التقنية سيف خرطين رجحي وعادي الكوار اللي اعطاني واحد الفرصة اللي دكش اللي ما قدرتش باناني نخرجه الوجود مع فارق المغرب الفاسي ولي للحمد خرج شو مع فارق رجع ابني من الله ولدازت واحد نصف موسم اللي رائع ورائع جميل جداً ومن وراء رجع ابني من الله فيه كانت الوجهات يا لكم؟ رجعت المغرب حي تكونت غير اعارة مدة ستة اشهور رجعت الفارق المغرب الفاسي فاش رجعت ما لعبت ش داك العام واللي يسمع لعب ش داك العام يعني كانوا امور اللي تنظن بلما انطرقوا لها كانت بزاف ديالامور ومن بعد من بعد لعبت مع المغرب الفاسي العام الموالي لعبته مع المغرب الفاسي احتاج يعني العرض لفارق ناطة سبركان ربما جميل في الامر كتت مشي الفرق وكتت عاود ترزع لفارق لأم ديال ما كتفرطش فيه ضرور حيث كالحب راه دوسي في الفارق يعني من نهار حليتي عينيك وحليتي عالي فارق مغرب الفاسي من راه كنت نقدر نقول لك كنت تلعب فارق مغرب الفاسي وعندما كانوا الماتشات يكونوا في الحسن في الملعب وكنت نديل راماسور راماسور بقوة الحب ديال الفارق ويعني نهار حلينا 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 على الماس مثل نعرفوا شيء ما كنا نعرفوا شيء غير الماس نوقفوا نتفرجوا نمشيوا كان عندنا اول نهار الكبير يكونوا لعبين وندخلوا راماسور ونطلقوا باللعبات اللي كانوا قبل منا كان الحلم ديالنا فقاش نوصلوا يعني في برمير ديال الماس الحمد لله والجميع في الأمر أنك مشيت تاني لبركان دو استفعى واحد الفترة ورجعت تاني للماس ولكن قبل ما نجي ورجع ديالك للماس ديال الفترة ديالك في بركان كيفاش كانت تجري بحتي كنعرفوا بأن تجريبا كانت بنسبالك مليئة بالألقاب ربما تما فينبان عمر النمساوي ديال بالصح؟ تنظن الفكرة ديال ديال التهب ديال البركان أو الحقبة ديال النهضة بركان بحل الحقبة ديال المغريب فاسي في التولاتي كانت مجموعة رائعة جدا كانت كما تنقولوا كانت لحمة وحدة كان كننا خوت كننا يعني كانت كاملة يطيح لك على بلك بأن ديال الأخوة وديال المعقول وديال العمل كانت في نهضة بركان تنظن بأنها تجريبا رائعة جدا جدا حقنا فيها ألقاب خلينا صورة مزيانة أعطينا تصورة حتى على المدن ديالنا الأصلية أعطيناهم عليهم صورة جيدة تنظن بأنها تجريبا نجاحة أذكرت لنا التولاتية ديال الماس مبادل التي تتخلي خديتي مع بركان ما هي أحسن ذكرى عندك؟ في هذا الفلاب يوديك لا مع بركان أو لا مع الماس؟ مع الماس هي تتوجب التولاتية ومع بركان كنا لعبين دومي فينال مع صفاقس وكان لازم علينا بأننا نربح وطروا زروا باش ندوزول فينال وكانت واحدة مقابلة اللي كانت وكانت تتعلينا إنسا من اللي استرس بزاف ديال الأمور فيها وكنت سجلت واحد الهدف الذي كان ليبقى راسخ في الديني وكان هدف جميل هذيك مقابلة جميلة وجميلة بس ومتا كنتي كتلعب بالقاميس ديال النهضة بركان كيفاش كنتي كتلوز اللي ماتش اللي كتلعب فيهم كنت لفارق الأم ديالك اللي هو الماس؟ لديك واحد الإحساس في الحقيقة ما لعبش ضد المغريب فاسي النهار كنا لعبين يعني كنت بنتوش ما كنت لعب مع بركان والدروري تيجيك واحد الإحساس بحل إنسان تلعب مع البيت ديالو مع المدينة ديالو مع الفارق اللي سرعرع فيه تيكون واحد ديز اموسيون اللي شوية قاسحين الحمد لله ديالك مرى نهضة بركان ربما كان آخر ما تشليك معاملة آخرتيت هو ديال كأس العرش مرى مخذيت كأس العرش كنت خلويداد مرى هاتما جاء يعني كل شرف بأن عمر المساويع يخرج من نهضة بركان شنو السبب؟ كما كان عرفوا يعني كلاعب كان في واحد الفرق كما قلت كانت لحما كل شي موفر لكم شنو اللي خلاك تغير الوجهة وبعد ما تتحقق بزاف ديال ديال الإنجازات مع الفارق ديال نهضة بركان كان لازم الفارق في مرحلة انتقالية مرحلة انتقالية ديال التغيير ديال بزاف ديال الأمور كان لازم عليك بأنك تغير الوجهة كانوا لعبي اللي قبل من نكتهم غادروا كانوا لعبي اللي بدوتهم تغادروا معك في نفس السنة كانت لازم بأنها تغيير الوجهة ما هي تتبقى العلاقة العلاقة طيبة العلاقة جميلة الناس بالاحترام غادرنا بالويد غادرنا بجميع الأمور التي تتحتم بأنها تكون تنظم بأن الناس مشكورين على العمل التي قاموا معنا والتضحيات التي داروا معنا والمعاملة ديالهم كاملة تنشكرهم عليها الناس طيبين حقيقة وكانت تغيير الوجهة تأخذ نطق مع نكيب وحدة أخرى الحمد لله نجحنا فيه المعاملة جديد كان مرابر كان هو اتحاد توارغا كان متيم اتحاد توارغا الفارق المحترم فارق الطامح كان بغي يدير الاسم في البطولة الاحترافية والحمد لله درها كانوا لعبين لشباب ورائعين ومن الأخلاق الطيبة اللي حاولنا بإنهم نعطيهم ولو شيء إما من التجربة ديالنا لعبين اللي في المستوى مسيرين لرائعين وراقيين من ناحية التعامل من جميع النواحي كانوا معك كيمة نقولو اللي أعطاك الكلمة ولا أقل لك شيء حاجة تيوفي بها ولعبين اللي كانوا من الأكاديمي اللي كان خاصهم شيء ما من التعطير والحمد لله ساعدناهم والآن جلد اللعبين اللي كانوا معناهم الحمد لله في منتخب الأولمبيا وما تيلعبوا هذا هو اللي كنا لرجعنا الأول هذا هو اللي تقولك بأن تكون واحد الوريونتاسيون تتكون جميلة وتتكون في مستوى وتعرفوك الناس بأنك تحاول بأنك تعطي واحد جربة ديالك لهذه الوليدات هذا هو اللي ستطمح له من مورد جربة دير عمارنم سوي في ايتيحات توارقة غير عاودي رجع للمغرب الفاسي كيف اجتك الفكرة دير أنك ترجع لنفس الفارق اللي بيشمنه النهار الأول المغرب الفاسي معمره خاطر بعدها الدهن ديالي لأنها الفارق أنا كما قلت لك الفارق ديال الطفولة فارق ديال الحلم فارق بزاف ديال الأمور كنت قبل غير نرجع للمغرب الفاسي قبل من هاته السنة هذه كنت فاش كنت من بركان كنت نجي للمغرب الفاسي ما كانتش ما كانتش أمور اللي خلتنا بأنني ما رجعش ما كانت الفكرة ديالي لازم علي بأنني رجع للمغرب الفاسي الفارق ديالي اللي نقدر روقع أي حاجة نديرها باش نرجع ليه نعاونو بأي حاجة اللي نقدر بتجريبا ديالي ورجعت ليه ما الحمدولي الحمدو الله عجبك الحال بأنسير حاجة بك الحال فارق الأم ديال لك ما لقر يعني كان صعوبات كان بزاف ديال الأمور اللي كنت تتمنى وميكونوا كان في فارق ديالي كان شي حوياجات اللي كننتنت من تتمنى وميكونوا فارق ديالنا ما لقناهمش ما لقناهمش ما친ة مع الوقت إن شاء الله غ civilization تتحصل الأمور الأمور مزيانة نتمنى بلك التوفيق مع الماس دوينا داب على تجريبا ديالك في البطولة الاحترافية غابشي وداب شوية المنتخب المغربي ومشاركة ديالك مع المنتخب المغربي المحلي في الكاميرون كيفاش كانت تجريبا؟ تجريبا كانت جميلة كانت تجريبا جميلة وصعيبة لحقاش لعبنا كأس إفريقية المحليين في واحد الفترة اللي كان فيها اللي كانت كورونا كنا يا الله يعني كانت شوية تسكنشي شوية صعيبة ما مع سيحوسين عموتة يعني ولا الطاقم دياله كامل ديال منتخب المغربي يوفروا الظروف كاملة كانت لغيقور كان بساف ديال الأمور اللي خلتنا بأننا نتوجه بها داك اللقاب لأنها السنة اللي قبل منها كان المغربي متوج به في المغربي كان لازم علينا بأننا نجيبوشي لقاب من خارج المغربي ودك شي اللي تبتها وما كتشوفش يعني الكاريير ديالك نعقص إحتم شاركتش مع المنتخب المغربي الأول تنظر بأن هذه كما تقولون ما كتابلكش بأنك تكون في المنتخب المغربي الأول تحتارم القرارات تحتارم بالزاب ديال الأمور ما ما جاتكش لفورصة بأنك تكون ما رك حملتي قميز الوطني اللي هو مع المحليين ما كتابلكش بأنك تكون مع الكبار ما دكش اللي ما حققتيش مع الكبار الحمد لله رك حققتي مع المنتخب المحلي أنا سأقول لك على واحد الشخص اللي عندكم ربما واحد الرقم أنتم الوحيدي اللي عندكم في البطولة اللي هو طارق السكي تيوي اللي يدربك في ثلاثة ديال الفورق مختلفين اللي هي الماص ونضة بركان والتوارقة ما تقولين على طارق السكي تيوي قدر نقول لك الأخلاق طيبوبة تعمل بجدية بحب بحترام جميع المواصفات اللي سقدر تكون اللي تبغيها تبغيها تكون فوند ترينر كينافيه ماشي موجاملة بل حقيقة الكل تيعرفه الكل تيعرف العمل اللي تقوم به الكل تيعرف يعني الحويجات اللي تقدر تستفد منه بزاف تنظن بإنها فاشا نقولوا طارق سكي تيوي غادي نقولوا بإنها الأخلاق الحميدة المدرب الأخ الأب يعني جميع الحويجات اللي كلهم يكونوا فعناهم ترينر كينا في هذا السيب ملقنا لك راشيد طاوسي راشيد طاوسي غادي نقولك بإنها المدرب اللي اللي اعطاني فرصة اللي اعطاني فرصة ففي البدايات ديالي قبل كان أول واحد بعدها قبل ما نلعب أريا دروة أول واحد لعبني أريا دروة في لزي سبوار ديال الماس هو سيش تاكيب جيال من بعد كنا لعبين البريمي ماتش كونتر الكاسيام في حسن الثاني وكان سيراشيد طاوسي ومحمد الأشهابي تيتفرجوا وصيراشيد طاوسي هو اللي كان قال لهم بإنها بإنها يطلع يتدرب معنا في الكيباء وليش ماش فينكش بشي تزريب يعني خارج البطولة المغربية وش ما جاوكش عروض لا جاوني عروض من بعد الحقبة حيث كنت سنت في اللول مع نهضة بركان ثلاث سنوات من بعد فتسالة ثلاث سنين اللولة جاني عرض من مصر من مصر وكان بإنها الناس ديال بركان كانوا تتصلوا بيها حتى كنت قادي نمشي صافي يعني أرتبت جميع الأمور لمن ناحية الفيزا لمن ناحية العقد لمن كل شي وعيطوا لي الناس ديال بركان قلوا لي بإنها فوالا واش بغيت تمشي ولا غادي تزيد معنا وقلت لهم ضنكي إذا كانت عندكو مشي حاجة أنا ما عندي فينا نمشي ذاك الشي اللي بقيت فضلت بإنني نبقى في بركان مع لاعيبين مع أخوتي حس ليا ما غادي نمشي يعني الفارق واحد اخر وكنت مرتاح في بركان الحمد لله وإلى جاتك الفرصة ش من دوري غا تفضل هدا باش فنا تبارك الله وحد الله هذا ديال الدوري السعودية لجميع اللاعبين ولو كيتوجهوا لي ولكن تا عمر راجعك تختار أش من دوري تبغي تلعب فيه غادي نقول لهم دبال حاليا نلعب في المغرب المغرب مقتنع في المغرب مقتنع في المغرب لحقاش هو اللي أعطاني اسم هنا لعبت هنا مثال مشيت لكيب ناصيونال هنا الديدي تيتر هنا بثاف ديال الأمور درتها يعني ما عاد غادي نمشي متال آلاج ديال ديال تروازون عاد غادي نمشي الليني كيب بخورا والعذن كو كان عندي الفكرة ديال بأن أنا نخرج كوراني خورجش فاجأتني مصر ولا فاجأتني يجيني عقد وحد أخر نخرج ما فضلت المبقى في المغرب طران كيل محمدو مزيان آلاز ولقلنا لك يعني فورق كانت من تحمل القامس دياله في المغرب أبا غالا عم المعصب يان شيغ وبركان ما تنظن في المغرب ما تنظنشش فارق اللي أنا قادي نحمل قامس دياله من غير المغرب الفاسي حيث كو كنت بغيت نحمل قامس آخر كو كان بقيت في توارقة ما ديش نجيل المغرب الفاسي أو من بعد توارقة اللي كانوا فورق اللي كانوا فورق اللي تصلوا كانوا يقيت إيشاد بأن ربما تصلوا معك إدارة الرجاء البيضاوي؟ كانت تيصال من قبل الرجاء البيضاوي قبل أن نأتي إلى وارقة كانت المشروع دي وارقة الناس كنت أعطيناهم كما تقولوا الكلمة والكلمة ممكن لكش تخوي بيها كي هما مخواوا بيك فجتي لعندهم كنت قبل ما يسالي السنة بأنني هضرنا في التليفون وأعطيتهم كلمة بأنني نجيل عندهم يعني لم يمكن ليش نخوي بيها عمر ممكن تقولي ناسير علش أي فرقة مشيشي لها كي أعطيه كنت بالضبط لك تلعب الكفرة كان عمل هو قبل كان عمل ديالي التدريب على الضربة التابيثة ومن بعد فشة تكون تتعمل عليهم وتعطيهم واحد يعني واحد صدى طيب تتزيد تطورهم تتزيد تطورهم تمضون بأنها من الإيجابيات بأنها تكون عند لعبة هذه الميزة وبالنسبة على الشيء تعطيهم لي تقدر تكون بأنك ممرر حاسم أو تيجيوك يعني كما تقولون تتمشي البالون في واحد البلاثة التي تكون بأنها تلقى لعبين وحدة أخرين تتمشي متراجعة طوار بلغة كرة تتمشي متراجعة طوار بلغة كرة أدوالت يخليهم بأنهم يعطيهم تطربة تابيثة كيف هي الحاجة التي تقدر تفكى في الايتزال؟ لن تكون لعبة حاسم كما نقولون فجأة لا تكون لعبة بلغة كرة أدوالت وارد لا تكون ما يصحبها أو ما توقف لأنها تتضمنة لعبة تتضمنها لا يتوقفها لأنها تضمنة لتدمر تنمشي أحد البلاثة التي توقفها لأنها تتضمنة لعبة يكون مازال عاو تاني عندولون فيديا لها ومازال بأننا قادر يعطي فيها أمور الإيتيزة نقدر نشاهدك في التدريب طبيعة الحالة نحاول بأنني نقرأ التدريب الآن ولاش تراسي بأنني قادر نعطي فيه قادر ندخل هذا الميدان هذا حيث ميدان لي ماشي سهل ميدان لي صعب لتا هو خصو تضحيات خصو كما تنقوله قرايات تكون تتعرف بزيف ديال الأمور سنحاول إن شاء الله بإذن الله نمشي في هذا المجال هذا وكما قلت لك بأنني قدرت بأنني تقدر بأنني تعطي واحد الإضافة وتكون وتتحاول تحطي بأنني اسم ديالك في الساحة في الساحة الوطنية ستتلتاج إلى هذا الأمور هذه وكما قدرت بأنني قادر بأنني تطفل على هذا الميدان هذا تبارك الله عليك الله يبارك لك عمر غامشو الفقرة الثانية من البرنامج وهي فقرة إلى خيرك عمر إلا خيرك تختار جوج أسماء ديال لاعبين قدم اللي كانوا تيلبوا وما بقى بش دابة ويخيرك أنك ترجوهم يلعبوا معك شكونا من الأسماء اللي غا تطينا قدي نعطيك حمزة بورزوق ومحمد العزيز ألش محمد العزيز قائد عاوني بزاف المسيرة ديالي عاوني بزاف القدوم ديالي البركان أعطاني يد المساعدة يعني اللي اللي يبقى راسخ في الدهن ديالي وحمزة بورزوق ما ديش نصال خير دياله لأنه أول مصعد الفريق المغريب الفاسي أول واحد تهديلي كيمة انكولو قوضاس ونصبت الكرة بأنني اللابيه يبقى راسخ في الدهن ديالي هذا النساء ومع مرننسيهم إلى خيرك ما تكون أحسن لاعب في العالم ولا تلعب الأحسن فريق في العالم سنتظن بأنني أحسن فريق في العالم لماذا؟ لماذا؟ حتى باش نكون واضحين الكاليتي مثال عند عمر نكون أحسن لاعب في العالم ما الذي كان يكون لديه يمكن أن يكون معه فريق أحسن في العالم إلى خيرك تربح كأس العالم لما تلعبت معاقاً وما تلعب قاياً معاقاً وتخصر لك في الأخر لا تلعب معاقاً وما تتكسل العالم لأنني سنكون قد نقوم بسرعة 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 ومع ذلك من المؤسسين ومن المؤسسين التي تدعوها في المنتجة مع الأرجنتين نستطيع أن نقول لك لما تلعب إليها في دقائق محدودة وهذا كوبديمونت إذا سنتك داخلة للقرب داخلة للقرب لأيضاً كما تقولون نسميته فريق لم أسميته 11 فريق 23 أو 30 لعب تسمى تسكر العالم بها الجواب جاء لنصل إلى الفقرة الأخيرة ما الذي كان هذا؟ عمر ما الذي كان هذا؟ حمزة بورزو نيشي وشكم هذا؟ كافاني برافولك طارق سكتيو برافولك قدمه زيان هذا كنايف بركان ألا هذا آآ كمايا في المص ماتاي لعبش جاعة مو ملاف البطلة المغربية وماشي مغريبي آآ ماشي مغريبي فرانك كيسي؟ يا تيري ترشت لمحاولة تفتيوم ولكن غاسر آآ أمر سينيكالي؟ آآ ساديوماني آآ أمر أريد أن تتذكر؟ أريد أن تتذكر؟ أريد أن تتذكر؟ أريد أن تتذكر؟ لعب؟ لعب أريد أن تتذكر؟ أريد أن تتذكر؟ نعم من بداية دياري في مغرب فاسي أو انتقادات دياله اللي خلتني بأنني نعمل عليها ونزيد نحسنها تنبغي نقول له بأن كينا واحد الفترة انتقالية للفارق دياله يصبر معاه يبقى مسانده هاد شرع فيه الحمد لله ما شيء أنا لدي نقول له مساند الفارق يزيد يناضل مع الفارق إن شاء الله حتي ولي حتي ولي إن شاء الله من كيف ما بغاه ويلع في المراتب الأولى ويحصل الألقاب وتنبغي نشكرك ونشكر طاقم ديالكم على الصدافة وتنبغي نقول للمتابع الكيرام شاهدونا على برنامج بانينكال اللي حلقة هتكون ممتعة إن شاء الله ونتمنى ومنكون نشتقال على طيل ديالكم سبارك الله عليك عمار وشكرا لك بزاف مشاهدينا كنكون وصلنا نهاية حلقتنا اليوم كنظر بليكم موعد جديد في حلقة جديدة إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة